ولقطات سريعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيستقبل نظيره الصومالي رئيس الوزراء الصومالي سيد حمزة عبدي بري رئيس وزراء الصومال الفيدرالي وبيجري مباحثات موسعة على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية واعتقد انه رئيس الصومال كان موجود في القاهرة في مطلع في بداية شهر أغسطس الجاري والنهاردة بيصل الى القاهرة رئيس الوزراء الصومالي وكان حضر هذا اللقاء الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء الصومالي وسعادة السفير الصومالي علي عبدي في القاهرة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على دعم مصر كامل للصومال الشقيق وحرص الدولة المصرية على دعم وحدة الصومال ويأضاف ان الفترة المقبلة تحمي خيرا كثيرا للصوماليين وقال ان تحقيق وحدة الصومال ودعم الاشقاء الصوماليين في هذه المرحلة يعد احد اهم اولويات الدولة المصرية وهو ما يعكس في الزيارة وينعكس في الزيارة الرسمية رفيعة المشتوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية طبعا رئيس الوزراء أكد التزام مصر وحرصها الكامل على تقديم الدعم اللازم للصومال الشقيق في كافة المجالات طبعا اعرب رئيس الصومال عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر للصومال في هذا الضرف الدقيق الذي يشهد محاولات بعض القوى للعمل على تقسيم الصومال واضاف القيادة السياسية الصومالي والشعب الصومالي عن بكرة ابيه يشكر الدولة المصرية على دعمها ومساندتها لنا يبقى دلوقتي النهاردة سريعا لانه الموضوع ده مهم ومهم جدا رئيس وزراء الصومال وصل الى القاهرة مباحثات معمقة وشاملة مع رئيس وزراء مصر ده استكمالا لزيارة الرئيس الصومالي في مطلع هذا الشهر ولقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك واتفاقيات كثيرة اخرى في اكثر من مجال طيب السفير الصومالي لدى مصر قال ان احنا بنشكر الجهود المصرية المبزولة من اجل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وقال انه العلاقات المصرية الصومالية علاقات تاريخية منذ ايام الفراعنة وحاتش بسوت ايه اهمية الصومال يعني ما هي اهمية الصومال يعني خلال الفترة الماضية برز اسم الصومال بشكل كبير فيه السياسة الخارجية المصرية وزيارات متبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي وصل القاهرة والنهاردة رئيس الوزراء الصومالي في القاهرة ويعني فيه شغل يعني واضح خلال هذه المرحلة اول خليني بس احطي شوية القواعد الصومال دولة عربية دولة عربية عضو في جامعة الدولة العربية وسافرها اللي موجود في القاهرة هو مندوب الصومال مندوب ما قديشيو ما قديشيو لدى جامعة الدولة العربية اتنين الصومال دولة افريقية عضو في الاتحاد الافريقي الصومال ومصر دولتين عندهم علاقات تاريخية من أيام الفراعنة وحتى الآن وإحنا عارتين كلنا بلاد بونتو إلى آخر الصومال تعرضت لأزمة كبيرة في نهاية التمانينات وبداية التسعينيات هذه الأزمة أدت إلى حرب ضروس ومستنقع مبكر وقعت فيه الدولة الصومالية وأتذكر الرئيس الصومال الأسبق محمد سياد بري وما جرى في هذا التوقيت في عام 1991 حصل الدولة تهزف في الصومال نتيجة الحرب على الإرهاب الصراع الداخلي وجماعة شباب الصومال جماعة زي الإخوانة عندنا في مصر دول مدعومين من من القاعدة أو هم تابعين للقاعدة فبالتالي فيه ظروف أمنية صعبة ظروف مجتمعية صعبة ظروف اقتصادية صعبة خلت جزء من دولة الصومال اللي هو منطقة أرض الصومال تعلن من طرف واحد أنها مشتقل في سنة 91 أنها دولة مشتقلة لم يعترف بها أحد فبالتالي هذه ليست دولة وإنما إقليم أراد أنه يعمل حكم ذاتي ويعمل دولة لكنه لم يتم الاعتراف بها إحنا في مصر ليس لنا تدخل في أي شأن داخل لأي دولة وده مبدأنا حتى مع الجيران المبالشرين بالتالي إحنا دعاة سلام إحنا دعاة تعاون وده بجد مش كلام بنقوله رئيس الدولة وأنا أتحدى هاتوا أي دليل على أنه رأس الدولة أو الدولة المصرية الرسمية قامت بالهجوم على أي رئيس دولة أو أي دولة في أي وقت بالأوقات دا لم يحدث ليه؟ لأنه عندنا مساحة كبيرة جدا من مش الصبر بس الحكمة عموما أرجع للصومال والصومال في سنة 91 حاولت أرض الصومال الاستقلال لم يعترف بها أحد الحرب الضروس الشريعة بين الإرهابيين وبين مفاصل الدولة لكن تعافت الدولة الصومالية خلال الفترة الأخيرة ومع تعافي الدولة الصومالية أفكركم أن 1993 استقلت إريتريا عن إثيوبيا إريتريا كانت جزء من إثيوبيا فاستقلت عند استقلال إريتريا انقطع الاتصال بين إثيوبيا وبين البحر لم يعد لها أي منفذ أو منفذ على الخليج العالم أو على المحيط أو على البحر خلاص ومن هذه اللحظة تحولت إثيوبيا إلى دولة حبيسة بالمفهوم الجغرافي لا تطل على البحر حاولت مرارا إثيوبيا أن تجد منفذ على البحر دون جدوى وبدأت في عمل اتفاقات وإجراء اتفاقات مع جيبوتي لاستخدام الطرق البرية والسكة الحديد كل تجارة إثيوبيا بتتمع طريق جيبوتي ومؤخرا في بداية هذا العام يمكن يوم 1 يناير خرج أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا وعمل اتفاقية اتفاقية مع مين؟ مع أرض الصومال اللي هي حاولت الاستقلال ولم يعترف في أحد ما فكركم اللي هي سنة 91 قالت أنه مشتقلة لم يعترف في أحد راح أبي أحمد يعمل اتفاق مع هذه مش مع الدولة الرسمية مش مع الدولة المكرالية مش مع العاصمة مش مع مقاديشيو مع أرض الصومال عمل اتفاقية معهم خلاص الاتفاقية ادونا قطعة أرض على البحر نعملها مينة ويبقى تجارة إثيوبيا من خلال هذا المنفذ على البحر الأحمر على المحيط هذه القطعة من الأرض بشكلها وبآخر بتمثل منفذ أو منفذ لإثيوبيا على البحر لمدة 50 سنة مقابل أن يكون في حصة للطيران للطيران الإثيوبي اللي هي شركة الطيران الإثيوبيا بتملكها بيتنازل عن 17% يمكن أو 16% لأرض الصومال يعني الخلاصة عايزي يشتري منفذ على البحر وتم توقيع الاتفاقية بين أرض الصومال اللي هي ليست دولة ولا يعترف فيها أحد ودي جزء من دولة الصومال الفيدرالية والإثيوبيين يبقى لأثيوبيين وقعوا اتفاقية مع كيان غير معترف فيه أهو قدام حضراتكم خليني أشوف سريعا موضوع دا مهمي جدا أهو أدي أدي إثيوبيا قدام حضراتكم دي إثيوبيا لا تطل على البحر كان زمان الجزء دا كانت تبع إثيوبيا فقد بتطل على مدخل البحر الأحمر من ناحية كل المساحة دي لما إريتريا استقلت أهو فأصبح إثيوبيا حبيسة هنا جيبوتي أهو حتة دي جيبوتي في هذا المكان الاستراتيجي وهنا إريتريا ودي إثيوبيا ما فيه دي الصومال دي الصومال في المنطقة دي حاولت إثيوبيا تعمل اتفاقية مع ما يسمى بأرض الصومال للوصول إلى خليج عدم عشان تجارتها طبعا بالتأكيد هي شغالة دلوقتي بتجارتها استراتيجينا صديرا عن طريق جيبوتي يعني ايه عن طريق هذه المنطقة دي عن طريق جيبوتي لكن إثيوبيا لم تتبع الطرق القانونية وضربت عرضها بالقرار الدولي تقول وهي بتفرض مشكلتها تقول حلوهاني أنا لازم يكون ليه منفس على الخليج أنا لازم يتصرفه طب ما عندي دول كدير أو جنيب السودان عندي هاي جنيب السودان بردو حبيسة وعندي إفريقيا الوسطى حبيسة وعندي أغاندا حبيسة وعندي أيضا رواندا وبروندا حبيسة أنا عندي في دول حبيسة كتير جدا بتشاهد حبيسة قدامكم كل الدول دي ما نداش منفس لكنها ما بترميش بلاها يعني لكن إثيوبيا قالت أنا عايزة منفس على منفس على الخليج عدم وبناء عليه أجرت إثيوبيا هذا الاتفاق غير القانوني غير الشرعي لا يتسق مع القانون الدولي ومع مبادر التحدي إفريقي هنا الصومال رفضت هذه الاتفاقية قالت الاتفاقية المعمولة دي اتفاقية غير قانونية وغير معترف بيها واعترضت وسجلت اعترض لأنها هي الدولة الدولة الرسمية الدولة المعترف بيها الدولة الفيدرالية ودي أرض متنازع عليها لا يجوز لأثيوبيا أن هي تروح تبرم معها أي اتفاق ده شيء قانوني وكلنا معترفين به لأننا مع القانون الدولي برضو من هنا بدأت الصومال تبحث عن حقها قانونة رجعت التحدي إفريقي دولة العربية الأصدقاء وإحنا بينا وبين أثيوبيا فيه مشكلة على الأمن المائي والسد وغيره دي ملاش علاقة بدي على الإطلاق دي ملاش علاقة بدي دي قصة شغلين في المفاوضات وإحنا بنترك كل الأبواب وصبر مصر الاستراتيجي يعني يضرب به الأمثال في هذا الإطار دون تفليط ودون إفراط لكن الصومال لجأت إلى مصر ومن ثم الاتفاقية التي وقعت في حضور الرئيسي البلدين بين وزيري الدفاع أعتقد كانت واضحة أننا جزء من الدول العربية والصومال جزء من الدول العربية وبيننا دفاع مشترك إلى آخر خليني بس عشان الأمور ما تروحش بقى في اتجاهات أستمعكم القول الفصل في هذا الأمر القول الفصل هو ما قاله رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي نسمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتحدث عن هذا الأمر بشكل دقيق ووضح وأنا رسالتي مش هنا لمصر ولا للصومال أنا رسالتي هنا للأسيوبيين أنه يعني النهاردة أنك أنت تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو في أريتريا أمر متاح بالوسائل التقليدية أنك أنت تأخذ يعني يبقى ليك فرصة أنك أنت تستفيد من المواني اللي موجودة في الدول دي أمر محدش أبدا يرفضه ولكن محاولة أنك أنت تقلز على أي أرض من الأراضي عشان تبقى الأراضي دي تم السيطرة عليها بشكل أو بأخذ زي الاتفاق اللي هو مع أرض الصومال طبعا ما فيش حد حيوة فعلا كده بالمناسبة أنا عايز أقول لنا كلنا أن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها يعني لها حقوق في وتبقى لمساق الجامعة للدفاع المشترك عن أي تأديد لها وإحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حق إحنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمة إحنا مش هنسمح أن حد يهدد الصومال ومش هنسمح أن حد يمس الصومال وأنا بقول الكلام ده منطقة الوضوحة ما حدش يجرب مصر ما حدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها خاصة لو أشقائها طلبوا إن إحنا نبقى موجودين معهم ده كلام واضح ودقيق وكلام مفصلي أدي الوضع وأدي التقدير خد بالك إحنا في قوات حفظ السلام في الصومال طبقا للاتحاد الإفريقي وإحنا شهر أكتوبر أعتقد في تغيير والإخوة الصومالين رسالة الرئيس قال حينما يطلب الصوماليون مننا أن يكون لنا مشاركة في قوات حفظ السلام إحنا جاهزين إحنا لا نهدل أحد ولا نرسل رسائل مبطنة لأحد إحنا بشغل في النور وفقا ليه ببقسين القانون الدولي إحنا ماشيين بشكل واضح جدا في ظلال القانون الدولي ولا يمكن أن نخرج عليه الدولة المصرية دولة راسخة وملتزمة ما يقال هنا وهناك ومحاولات إثيوبيا طلعت بيان هي ضد وصول يعني ضد هذا الاتفاق وغيره أنا أعتقد أنه إثيوبيا بتحاول أن تستفز جرانها إثيوبيا بتمارس نوع من مش عايزة أقول ألفاظ صعبة لكن بتمارس قلق في المنطقة في منطقة القرن الإفريقي دولة يعني لا تمد أيديها لمن يمدون أيديهم بالسلام لإثيوبيا لكن مصر واضحة طلعوا بيان وقالوا يعني الحمد لله لدينا حكمة بالغة لدينا حكمة بالغة في إدارة أزمتنا وفي إدارة ملفاتنا عموما أتصور أنه خلال الفترة القادمة مصر هترأس مجلس الأمن والسلم الإفريقي أعتقد في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله وده برضو بيتيح الفرصة لمصر أن هي تمارس سياستها وتفعل عمل هذا المجلس اللي هدفه الأساسي وقف النزاعات منع النزاعات تسويت النزاعات بطرق سلمية ومصر دايما دايما حتى هذه اللحظة مع كل الأطراف مع كل الأطراف وفي كل النزاعات سواء إقليمية أو أفريقية سواء مصر طرف فيها أو غير طرف فيها مصر دائما ما تمد أيديها بالسلام واخد بالك مصر بتمد أيديها بالسلام وهي قوية تمد أيديها بالسلام اللي هو سلام الأخوية بالمناسبة السلام أصعب من الحرب طريق السلام أكثر وعورة من طرق الحرب والسلام ربما يكون أكثر صعوبة وفهمة واستيعاب السلام صعب الحرب سهلة خد القرار لكن كلفة الحرب دماء وأرواح وفواتير ولا يمكن لأحد يتنبأ أو يتوقع أو يتمكن من وقف الحرب حينما يريد أنت يمكن بسهولة أن تطلق الحرب لكن بصعوبة شديدة وبلغة أن توقف الحرب السلام صعب والحرب سهلة لكن تكاليف الحرب أصعب بكثير ده كان الملف الأول معي النهاردة ملف الصومال وإن شاء الله هيكون فيه تحليل أكتر مع الضيوف خلال الفترة القادمة حول الأمن في منطقة القرن الإفريقي وأنا أفكر أن المركز المصري للفكرة والدراسات كان خلال الأسابيع الماضية كان عامل ندوة أو مؤتمر موسع معمق للمفكرين والباحثين حول السلام أو الأمن في القرن الإفريقي والتفاعلات والتجاذبات وخطورة أن يكون هذا المكان به التوتر لأنه فيه حوالي 9% من تجارة العالم بتمر عبر خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي فيها توتر صار التوتر في القرن الإفريقي حكتين الإرهاب اللي موجودين في الصومال أو في موزنبيق أو فيه أو فيه اتنين إثيوبيا واضح جدا إثيوبيا بتمارس توتر بتصنع توتر في القرن الإفريقي إثيوبيا كل تحركاتها في مثلا في مسألة المياه والأنهار لعبير الحدود ضد القانون الدولي ضد القانون الدولي واضح جدا بتمارس عملا غير قانوني أيضا توقعها الاتفاقية مع ما يسمى أرض الصومال ضد القانون الدولي يعني بتمارس أعمال غير قانونية في محطها وهي دولة كبيرة وصاحبة حضارة ما يصحرش أروح الملف الثاني نرى